سنوات عدة تكابد فيها محافظة الضالع أنين مرضاها الذين رمتهم الظروف خارج حدود الإنسانية هذا هو حال مرضى الفشل الكلوي والكبد والسرطان الذين يقضون معظم أوقاتهم بالتنقل بين المحافظات الأخرى للبحث عن العلاق بسبب غياب أبسط الخدمات الصحية في المحافظة سبب الظروف والحرب التي شاهدناها تعثرنا في بعض الخطوات لكن الحمد لله كما تشوفون العمل جاري مؤسسة تراحم إحدى المؤسسات التي بادرت بمشروع إنساني تمثل في إنشاء مركز للغسيل الكلوي ووحدات لعلاق الكبد والسرطان والذي يعتبر الأول في محافظة الضالع واستطاعت من خلاله زراعة الأمل للمرضى الذين قست عليهم ظروف الحياة هدف المؤسسة رعاية مرضى الأمراض المزمنة وخاصة مرضى الفشل الكلوي والسرطان الكبد إضافة إلى قامة المشاريع الصحية لدينا 346 حالة مسجلة لدينا مغيدين في مؤسسة التراحم غياب الدولة وخدماتها لا يعني غياب الإنسانية فقد بادر شباب من مدينة قعطبة وبإشراف مؤسسة التراحم بفتح فرع لها لاستقبال الحالات وتوفير الأدوية بهدف التخفيف من معاناة المرضى الذين يتواجد أغلبهم في الأرياف مرتيت عن مرضى السرطان لمدة من 2007 بحكم أن نعرف أوضاع البلاد فاضطرينا كشباب نعمل هذا الفرع بافتتاح والحمد لله بشخصيات مهمة من قعطبة وقفوا معانا لم تقتصر معاناة المواطنين عند الفقر والجوع وويلات الحرب والدمار بل جاءت الأمراض المزمنة لتكتمل دائرة الموت المحكمة على اليمنيين محمد المريسي قناة بلقيس الظالع